السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجوع النهاردة هيكون عن بوداجاز من بوداجازات فرش وهو بلادة فصل غاز. هنشرح مكوناته وهنعرف اي عيوبه اي مميزاته. هكمان هنقول سعر البوداجاز والضمان بتاعه. قبل ما نبدأ الفيديو ما تستاشت دائمنا باللايك والشير ولا اشتراه في القناة الياسة وكل جديد. موديل اللي هنشرحه النهاردة هو موديل سل اربعة وسبعين سبعة سعين بلازة فصل غاز. البوداجاز ده ما احنا شايفين كده المقد بتاعه بيبقى ستين فتسعين في ارتفاع خمسة وتمانين سنتي. والبوداجاز بالكامل بيجي من. والحوائم ازا ما احنا شايفين كده حوائم بيتيجي من الزهر. اه كمان ازا ما احنا شايفين السطح البوداجاز مقسم له تلات احوال. اه هنا بقى نيجي للعيون والشوالات. العين الوسطى بتبقى عين ايطالي. والبوداجاز تبقى مصمم اللي هو امان كامل واشعال ذاتي. والاربع عيون التانين بيبقى عيون مصري. نيجي بقى لوحة التشغيل. البتغاز ذا ما احنا شايفين كده مزوج بمفتاح واحد بس للفرن والشوائة. وعلى درجة للفرن بتبقى متين وخمسين درجة مع ويا. والبتغاز ذا ما احنا شايفين كمان مزوج بمفتاح للمروحة. ومفتاح لللمبة ومفتاح للاشعال ومفتاح للشوايا. والنهاية في البتغاز اللي هو بيجي فصل غاز للفرن والشوايا. باختصار يعني انت تقدر تزبطي الفرن على وقت معايا ان هو يفصل اوتوماتيك لاحظة ونفس الكلام في الشوايا. الفن بقى من الداخل ببقى مزوج بشوايا واحدة بعرض البتغاز ذا ما احنا شايفين وبقى مزوج كمان بمروحة واحدة بس لتوضيع الهواء. طبعا حوامل الفن ذا ما احنا شايفين كده بتبقى حوامل من الصواق ومش حوامل من الستاليس. بقى بالفن كمان بيجيز كمان بحظة اصفل الفن. ضمان البتغاز بيجي بضمان خمس سنين شامل من شركة وسعر البتغاز بعمل حتاشر الف ربمائة تسعة لسعين. نيجي بقى اللي هي عيوب البتغاز. او مش عيوب النواقة البتغاز. البتغاز في فئة الحتاشر ونص. حد يسألني يقول لي البتغاز بيسخن من جناب. اقول له اه بيسخن من جناب. لازم نسيب مسافة او الظهر البتغاز. اه الضرار بتسخن او الضرار بتسخن الضرار من البلاسيك من الضرار برضو مش هتطليك اعلى حاجة. عشان فئة البتغاز. هو مش من فئة العالية. وطبعا هو مضغب بمراحة واحدة بس. والحوامل كمان من جوه مش بنستلت. بس بالنسبة لسعره. اه وامكانياته فهو ممتاز جدا. وكمان العيون لازم عارفين اللي هو احطت لك عيين واحدة بس العيين الوسطة بتبقى عين اه اطولي والباقي كله بيبقى مصري. في نهاية الفيديو ما تستطيع تدعيبنا باللايك والشير والاشتراف في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.